فهنا فكرة هو بيعمل ازاي يعني انا سمعت شفت فيديو جسيس نظار واحد اسمه صفوة حجازي المصرين يعرفوه ده واحد من الاخوان المسلمين فكان بيتكلم عن ان خالد ابن الوليد لما كان بيقتل وجاء ابنه وكمان بيقود جيش ويقتل فجال له لأ انت الجتل بتاعك ده مش عاجبني لانك مش عارف بطاقة هامات الرؤوس لازم تقطع من الجزء فجال لك حتى طريقة القتل الوحشية بيدربوهم عليها فهنا جسيس نظار انا مش بلوم على الفكرة انا مش بلوم للرش شخص اللي بيعلم اولاده كده ولا الاولاد اللي بيطلقوا التعليم كده انا بلوم ان احنا لسه سيبين هذا التعليم ينتشر في هذه البلاد انه قصدك لازم نرجع للجذور يعني احنا منعالج منبرر امور كتير تحت مسميات كتير لكن بالحقيقة لازم نرجع للاصل ليه بيفكر بهاي الطريقة يعني لو واحد مسيحي قتل باسم الدين كل العالم هتلاقيه بينكر يعني هذا الشيء لانه هذا الشيء غلط وضد الكتاب وضد تعليم واخلاقيات المسيحي يعني هاي الفكرة وعشان كده انا بقول انا ليه مش بلومه ليه مش بلوم انا بلوم الفكرة المنتشر لان المسيحي لما يعمل كده هو ضد الكتاب على خط مستقيم عشان كده بيلفز من المجتمع وكل المسيحيين تلفزوا من المجتمع لكن المسلم لما يعمل كده يعني على سبيل المثال الى اليوم مجسيس نظار الازهر منارة الوسطية زي ما بيقوله ده طبعا نقطة كبيرة انه منارة الوسطية في العالم العربي لم يكفر داعش الى اليوم ما جالش ان داعش خارج عن الاسلام يقولها كده بين وبرناس لكن يقولك انا مقدرش اكفر داعش لانه مناس مؤمنين بالاسلام يبقى ما تجيش تقولي ان داعش دول مش مسلمين الحاجة التانية انت في ناس لما فكرت بس تنتقد داعش تصخر من داعش حطيتها في السجن اطفال حطيتهم في السجن فهنا ده ده الخلل اللي موجود في المجتمع ودايما انا برجعه للفكر اتعلمت فكر ناقي هتبقى ناقي اتعلمت فكر فاسد هتكون الانسان هيكون فاسد هتعلمت حاجة عن الشر هيكون شرير فده اللي احنا بنشوفه جسيس نظار اساسه التعليم لما بيقولي ان ده كافر والكافر ده عدو الله يبقى لما بكتله انا برضا الله ده منطقيا صحيح اشتركوا في القناة